غذاء الجيش والفقراء خلال الحرب العالمية مخترعها مات فقيرا والشركة التي اشترت اختراعه صارت من الاكبر في العالم تسويقه اعتبرته امريكا جريمة ضد الزبدة فجندت مفتشيها لايقاف عمليات تهريبه قوانين زجرية عجيبة لمكافحة تسويقه وتلوينه واوامر لمصنعيه بان يعطوه لونا ورديا لتمييزه عدو لدود للزبدة ساهم في اختراعه نابليون بونابارد وصنعه الالمان من الفحم تسبب في اشرس الصراعات الاقتصادية والتجارية المارغارين وحروب الزبدة عزيزي المشاهد لا تدع التفاصيل في هذا الفيديو تلهيك عن الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الشرس حسب القصص القديمة فيمكن ان تكون الزبدة قد وصلتنا من اسلاف جانكيز خان فيقال ان البدوى الارسيين سافروا بالحليب في اكياس جلدية على ظهور الخيل فكانت تمخض حتى تتحول الى زبدة بينما الاسطورة المعارضة تقول ان العربة هم اول صانعها تواجدت هذه المادة معنا منذ اربعة الاف عام على الاقل وتطورت طرق تجديدها وتصنيعها ففي نيويورك مثلا كانت تجارة الزبدة ذات اهمية كبيرة لمزارع الالبان لدرجة ان بنك مقاطعة جوشين طبع عملته على الورق الاصفر لتعرف هذه العملة باسم اموال الزبدة كانت هذه التجارة شريان الحياة لمزارع الالبان قبل ادخال عربات السكك الحديدية المبردة لشحن الحليب حيث يمكنهم نقل الزبدة الى الاسواق قاطعين بها اميالا دون ان تفسد حتى ذلك الوقت ومنذ نشأتها القديمة لم يكن لتجارة الزبدة منافسا حتى اكتشف البديل المزيف مع اشتداد الحرب الفرنسية الروسية عرض الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث جائزة مالية لمن ينتج له زبدة بديلة تكون ارخص من الطبيعية حتى تتمكن الطبقات الدنيا والجيش من شرائها استجاب له الكيميائي الفرنسي هيبوليت ميغموريس واخترع في 1869 مادة اسماها أوليو مارغرين والتي تم تقصير اسمها فيما بعد لتصبح مارغرين وهي مادة صنعت من دهن البقر اي الشحوم والحليب الخال من الدسم اي خال من الزبدة ولا يبدو ان ميغموريس قد قدر اختراعه كثيرا فسرعان ما باعه لشركة هولندية اختصت في صناعة الزبدة والتي اصبحت لاحقا جزءا من انوليفار اكبر منتج المارغرين في العالم اليوم لم يستفد موريس مما صنعت يده بل وتوفي فقيرا في الوقت الذي كان اختراعه يكتسب شهرة عالمية بشكل تدريجي بوصول المارغرين الى الولايات المتحدة وبروز اكثر من 37 شركة لتصنيعه هناك خيم رعب المنافسة على مزارع الالبان الامريكيين وصارت كلمة المارغرين والزبدة طرف قتال ونزاع حروب الزبدة والمارغرين تولى منتج الالبان بنيويورك زمام الحرب على الاوليو مارغرين حتى ادت سياسة الضغط الى سن قانون المارغرين الفيدرالي ففي عام 1886 فردت الضرائب على مصنعي وحضرت استخدامه تماما مدن اخرى القيت الخطب الحماسية دفاعا عن الزبدة وصور رسم الكاريكاتير مصانعه وهي ترمي بالصابون والاحذية في خليته وحتى لا يتم تضليل المستهلكين سن قانون يقضي بتسميته البديل المزيف لكونه منكها بالحيل الكيميائية ورغم كل ذلك ما زال هناك من يشتريه لرخص تكلفته فقامت عديد ولايات بيع الالبان ومنها نيويورك بحضر المارغرين وتوزيعه بالجملة وأصبح تسويق المارغرين جريمة تطلب القضاء عليها وإيقاف البيع غير القانوني تكليف جيش من المفتشين للمهمة لكن من هذه القوانين تولدت عمليات التهريب فتسافر ربات البيوت وغيرهم من ولاية الحضر لتأتي بالمارغرين بشكل غير قانوني وتوصلت حروب مساند الزبدة وفردت قوانين غريبة عجيبة منها قانون الألوان فعلى عكس الزبدة كان للمارغرين لون أبيض بدا غير جذاب حتى دفع المصنعين إلى تلوينه ولكن تم حضر اللون الأصفر لعدم الخلط بينه وبين الزبدة الطبيعية ولكن حتى هذا لم يردع مصنع المارغرين فاتبعوا حيلة ذكية تمثلت في بيع المارغرين الأبيض مع كبسولة من ملون أصفر يخلطهما المستهلك كمحاولة لتفادي عقوبات السجن تبع ذلك فرض 32 ولاية ما سمي بالقوالين الوردية ونصت على صبغ المارغرين باللون الوردي لتفريقه عن الزبدة لقد تمت معاملة مصنع المارغرين الأصفر تماما كتجار المخدرات غير المشروعة لكن باشتداد فترة الكساد الاقتصادي والحرب العالمية الثانية واجه العديد من الأمريكيين صعوبة في شراء الزبدة كما كان لفشل تحقيقات سلطات ولاية نيويورك في اكتشاف دليل على مدار الأوليو مارغرين دور في تحسن عمليات تصنيعه وتجاوزه للزبدة من جهة أخرى استطاع الألمان بدورهم صنع المارغرين من الفحم بتكلفة أقل من تكلفة الزبدة الطبيعية ويحتفظ بها بدون تبريد يتم استخلاص أطنان من الأحماض الدهنية من الفحم ثم يفصل منها ما هو صالح للأكل وصطع نجم الأوليو مع اختبار الضوق الشهير المقام في ولاية ويسكونسن السيناتوري لعام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين عندما تم تحدي أعضاء مجلس الشيوخ معصوب العينين لمعرفة الفرق بين الزبدة والمارغرين ولم ينخدع الجميع باستثناء جوردان روسيلاب الذي فضل المارغرين وأصر على أنه كان زبدة ليتضح فيما بعد أن زوجته كانت لسنوات تستبدل له الزبدة بالمارغرين وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين روجت إليانار روسفيلت للمارغرين في إعلان تلفزيوني وشيئا فشيئا ألغيت الضرائب المفروضة على الأوليو وانتهت حروب الأوليو والزبدة أخيرا في عام الف وتسعمائة وسبعة وستين ولكن يبدو أن هذه المبارزة أجلت جولتها الأخيرة في عام الفين واربعة عشر حين تجاوزت الزبدة المارغرين كأفضل منتوج بأمريكا واليوم يتناول كل مننا خمس فاصل ستة رطل من الزبدة في المتوسط سنويا مقابل ثلاثة فاصل خمسة رطل من المارغرين كدليل على تفضيل المستهلك للأطعمة الطبيعية عيوض المصنعة ترجمة نانسي قنقر